لكن اليوم اللي قاعد ساير توا شي مختر برشا وانا اليوم اني حبيت نعمل فيديوه لانه الناس الكل قاعدة تتكاتف وقاعدة تقزم في اليسار وقاعدة تحب ترجع بالتوالي وتحب يرجعوا بنا الى منظومة اللي احنا في بنا تخلصنا منها ناس من فرنسا رجل اعمال من فرنسا ومع يوسف الشهد مع الاخوين اللي في فرنسا ورأى على فكرة لو فرنسا عندها معقل متاع اخوين جي كبار يسر معنا يا غاديك اجتماعات وجوامع وغيره وإلى اخره لتومة حل الملف اكيد لانه في ملف تسفير فيه برشا اطراف محتم البرع المهم انه بالنسبة لنا انه احنا راهوا عارفين انه اني ولت سياسة المحاور ولت معناها عركة تدخلات اجنبية انهم يحبوا يتخلصوا من قيسة سعيد بكل الطرق وهذا يفهمينوا لكن سيد الرئيس راهوا زدا ميزمكش انتي تسمع كلام التبندير ميزمكش تسمع كلام الناس اللي يقولوا لك ما فمحت شيني يخوف راهوا ما ينجموش يرجعوا راهوا احنا مش نربحوا من الول راهوا احنا من الدورة اللولة راهوا الى اخره مش صحيح سيد الرئيس اذا كان انتي معناها الناس يذومة ما كيش تنتبه لهم راهوا يغلطوا فيك راهوا الناس يذومة اللي كانوا يصفقوا للتعيينات هما بيدهم يصفقوا للإقالات راهوا مش معقول اللي سايرتوا راهوا ما فماش انتخابات تنجم تفوز بها يا سيد الرئيس ما غير ما تعمل حملة انتخابية ما غير ما يكون عندك فريق سياسي اللي هو مش يدرس معاك البرنامج الثغرات اللي صارت وشنو ما كيفاش نزاوزوهم والحاجات اللي مش نزيدون نكملوهم خطر اللي عملتوا انتي 70% خرق العادة انه خلصت البلاد من هالجرافيم هذو ما من الاخوان من غيره لكن زيدا ما يلزمش تقعد الشي هذية هكاية يلزم يقعد فيما برنامج كامل رؤية كاملة بشلع بيت تطمان الرؤية هذية يزمها تصير في البلاد اليوم انا كي نشوف انه فيما برشة اختراقات في برشة اجلسة الدولة ويعطيك الصحة انه قمت بتعديل ويزاري وبتحوير ويزاري لكن راهوا الوزير واحده مش هو الفاشل راهوا الوزير مايفشلش واحده راهوا فيما اكيب كاملة تحت منه يعني انا كي وزير النقل قورة وفاشل لانه رئيس الديوان والمدير العام وغيره وكذا قاعدين يغلطوا فيه الوزير مايخدمش واحده اذا كانتو ما تبدلوش الفريق اللي هو اللي هو يغلط في الوزراء راهوا مش نقعدوا نفس الاسباب مش تقدي نفس النتيجة يعني يلزم معناها تبديل تغيير كامل حتى في المستشارين ومديرين عامين وغيره هذا الكله هذا يطلب بشو يطلب انه فيما فريق سياسي معاك يا سيد الرئيس اللي هو ينزحك في التعيينات واللي هو يعطيك شنو اللي صاير الداخل اخطر انتي مكيش فاهم شنو صاير الداخل لان مش نعطيك مثال في وزارة العادل فم اشكون موجود كمستشار في وزارة العادل واللي وزيرة مطمينتلو وهو السيد كان في لجنة مكافحة الفساد اللي تخدمت معه يوصل في الشهد اللي يخدمه مع وحيد السعيدي ومهديب الغربية وهيكا الجميع اللي يتوهل شدين الحبس معناها هذوما اللي كانوا بتزو في رجل العمال فما واحد منهم اللي يخدمت في هذية اللجنة موجود تواه في وزارة العادل والوزيرة مطمينتلو ايش نعملو تواه انتي تحب سيد الرئيس تعرف انو راهو وقت راحنا نحبو نتخلصوا من التنظيم اخواني راهو التنظيم موش اربع كعبات قيادية راهو تنظيم كامل اللي اخترق الدولة نتمكنوا من اجهزة الدولة من الداخلية من العادل من الخارجية من برشة حاجات يعني اذا كانوا نحبو نتخلصوا من التنظيم يلسونا نتخلصوا من هذو من الناس الكل كيفاش مش تخلصوا فيهم بثلاثة حاجة بقوانين ثورية جديدة قوانين ثورية جديدة يعني انت اليوم اذا كان ما تعملش قانون ثوري وما تعملش معناها معناها محاسبة وما تعملش زادة معناها رؤية راهو اللي عباد باش تدخل لهم الشك اذا كان عليش يزمعك فريق سياسي وكون من فريق السياسي خاطر احنا اللي ادعمناك سيد الرئيس واللي ادعمناك في اجراءة 25 جوليه احنا العديد من الروافد انا واحدة من الناس ما كنتش من الناس اللي انتخبتك في 2019 على خاطر وقت خرج راشد الغنوشي ولا سيف الدين مخلوف يقولوا انتخبوا قاسس عيد انا كنت عكس هم هم الجملة وتفصيلك اللي يقولوا لي انتخبوا انا نمشي ضده لكن وقت اكتشفت انه سيد الرئيس انسان وطني وانه هو مايحبش يحكم مع الناس بالاديولوجيات وكشاف الملفات الارهابية وكشاف افهم اللي عركتنا مع الاخوين مايش عركة اديولوجية بقدر ما هي عركة متاع سيادة وطنية وقتها فهم انه المحافظة على الدولة التونسية يلزم وحاسبت هذو من الناس المجرمية يعطيك الصحة سيد الرئيس انتي ما نجموش يعملوه لالبيجي قايت سبسوي لازين عبدين بن علي ولاحقها بورقيبة ما نجموش يتخلصوا من الاخوين وانتي تخلصت منهم لكن توليو كنا نلقى انا في غلطة غلطة راهو غلطات انا بالنسبة لي لي هيئة الانتخابات تتحمل مسؤولية الاغلاطة هذو ما راهو راهو سيد الرئيس نحب نحكي انا راني انصحتك وعملت مراسلة اللي انا ننبه انه هيئة الانتخابات هذية يلزمها مراجعة انه اللي حبيت ننبه انه راهو ماذا بينا نوخر شوي الانتخابات حتى نغيره القانون الانتخابي لانه القانون الانتخابي كيف اشتراها المحكمة الادارية حكمة العبدالتي في المكة ولا زيد الزيادة ما هو على خطر وجود تغارات في القانون كنا نجمو نتجاوزوها لو كان فما راي ونصحوك بانه نبدل القانون الانتخابي بالشروط اللي موجودة في الدستور سيد الرئيس راهو انا اللي نقول فيه هذية ممكن يشوفوه عباد منعش مستنسيين يشوفو الناس اللي مع سيد الرئيس الجمهورية نهار كامل يبندروا يقولوا له الله وحد الله وحده وانتي ما كيفك حد صحيح ما كيفك حد لكن يزمك فريق عمل هذا اذا كانك ما كيش مش تهرف انه فريق يزمه فريق حملة انتخابية خطة توا انتي متنجمش تتنقل متنجمش تمشي لكل بلاسة في كل دشرة في كل باب تفسرينهم مشنية الانجازات اللي صاروا هالخمسة سنية